أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادرة الرئاسية حيا كريمة استطعت المبادرة تغيير قرية أم دومة بمحافظة سوهاج وحولتها إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المواطن المصري المبادرة الرئاسية حيا كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجلى بمحافظة سوهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في محافظة سوهاج حيث استهدافت المبادرة قطاعة الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي والطرق وغيرها من القطاعات المهمة حتى وصلت إلى زراعة الأشجار في الشوارع وفي مقدمتها الأشجار المصمرة قرية أم دومة بمدينة طيمة بمحافظة سوهاج واحدة من القرى التي استهدفتها المبادرة وحولتها إلى قرية نموزجية من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية داخلها وفي إطار خطة المحافظة لاستعاب كسافات الفصول وإتاحة المناخ المناسب للطلاب تم توسعة مدرسة مجمع أم دومة الابتدائية وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة وصلت إلى سلسة ملايين وخمسمائة ألف جنيها موفرة 12 فصلا دراسيا وتتاسع لستمائة وعشرين طالبا وطالبة خدمة لأبناء القرية ولخدمة أهالي القرية أيضا تم إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ ماء بالماء وكذلك إنشاء مجمع خدمات زراعية وتطوير مركز شباب أم دومة بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية الشاملة وبناء الإنسان تم بناء مكتبة عامة بالقرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تطوير قرية أم دومة بطمى سوف يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها بالشكل اللائق مع تغيير واقع الريف بقرى صهاجة